طارفين انه محمد صبحي الفترة الاخيرة مع نادي الزمالك يعني يتلقى كثير كثير من الانتقادات سواء من جمعين نادي الزمالك او من الجهاز المعاون في نادي الزمالك ولكن اوسوريو راجل مقتنع بيه جدا جدا جهاز المعاون لأوسوريو في نادي الزمالك طلب منه انه يبدأ يعتمد على محمد عوات في المباريات القادمة خاصة لمحمد عوات تعافة من الاصابة اللي كانت عنده هو شايفين انه مستوى محمد صبحي في تراجع الفترة الاخيرة وبالتالي محمد عوات لازم ياخد فرصة رأي رأي مع كامل احتمالك لكل الناس اللي بتقول قراءة كلها منطقية بالمناسبة محمد عوات حريص كبير ومحمد عوات لما قعد على الدكة كان قعد على الدكة عشان مستوى تراجع في مباريات اخيرة لعبها لغم انه قبلها كان متقلق جدا والدولة بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت كان محمد عوات هو اللي مكاسب بين كوسينو يعني هو لها جزء كبير في مكاسب الزمالك بالدورة ده تمام بس تراجع مستوى فقعد في محمد صبحي خد فالطبيعي ان محمد صبحي لما مستوى يتراجع لفترة يقعد ومحمد عوات يرجع تادي ده في رنف صح كده صح دي جزئي بس في جزئي تانية مهمة جدا انه هو محمد صبح مين اللي بيلعب قدام يا جماعة يعني خط دفاع عنده كثير من المشاكل خط وسط عنده كثير من المشاكل شكل تكتيكي وفني في كثير من الحاجات الغريبة اللي أحيانا بيعملها أسوريو فبرضه كل ده ما يتحملوش الحارس أتذكر أسامر حضري في بداياته مع الأهلي أظن كان 2001-2002 أو قبل شوية كمان يعني بس في بداياته مع الأهلي يعني كان يهاجم بشدة جدا وإزاي ده حارس النادي الأهلي وإزاي ده الحارس اللي يجي بعده شبير وده حارس ما بيعرفش يصد ما بيعرفش يطلع الكرات العرضية ومش عارف إيه وسيء هجوم كبير على أحسامر الحضري اللي إنه وقتها كان الأهلي عنده خط دفاع قليل الجودة مش أسماء كبيرة لما بدأ بقى أحسامر الحضري يلعب قدامه عماد النحاس والجمعة وحط يعني سعيد معهم في المنتخب وحمود فتح الله وأحمد السيد في الأهلي وشادي محمد بدأ الأمور بالنسباله تتحسن كثيرا ما هو الحارس ده زي ما هو أمان لكل الفريق الفريق نفسه لازم يكون أمان للحارس يعني قبل ما توصل لك الكرة توصل لك يعني في النوادر توصل لك بصعوبة بس ما يبقى شانا إيه الناس عمالة تتضرب علي شوط 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 كرات عرضية وتيجي تقول لي أصلا أنت أخطاء كتير ما أنا برضو بشيل كتير فأنا شايف برضو أن الصبحي معزور إلى حد ما له أخطاء طبعا بس له عزره برضو أنه تفعي الزمالك والشكل التيكتيك بتاع الزمالك في الوقت الحالي دفعيا أولي الجد فما يشيلش هو الليلة لوحده بصراحة طيب أخوان كارلوس سوريو مديل فني لنادي الزمالك ناوي يجمد حسام عبد المجيد في مباراة المكونون العرب مش هيلعبه في مباراة المكونون العرب بالجولة التانية من الدوري ده ليه؟ إنه هو عايز يعاقب اللاعب عشان اللي عمله حسام عبد المجيد في أو قبله مباراة برامد لما لقى نفسه بره القايمة أو التشكيل الأسية فخرج ويساب الملعب ومشي ويساب الملعب ومشي اتغرب بالمناسبة 200 ألفين يا حسام عبد المجيد شكبالة حاول يقرب وجهات النظر بينه وبين أسوريو بين حسام عبد المجيد وأسوريو بس الراجل عايز على الأقل المباراة من كل عرب يقرس وين ماشي أنا بس أبص أنا الظروف دي لما يبقى الزمالك في الظروف الصعبة دي وأي حد أي لعب ما تعاملش مع الظروف دي بشكل ذكي لازم ألوم فأنا ألوم حسام عبد المجيد لغم إنه هو ممكن كان تقلق الفترات المضاية في الموسمين اللي فاته أو الموسمين اللي فاته تقلق بشكل كويس تقلق بشكل محترم تقلق بشكل وإنه هو بقى لعب دولي بس لما تيقف وقت الزمالك فيه في ظروف صعبة وتعمل حركة زي كده لا لوم عليك معلش أنا ياسف حتى لو عندك مليون عزر ما فيش ده فيما يخص أخبار نادي الزمالك